أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في الجزء الثاني من تحديث اليوم عن الكورونا فيروس حكينا عن الإشاعات اللي بتطلع ولازم نفكر فيها حكينا عن موضوع الحظر هل هو صح ولا لا حكينا عن تأثير السوشيال ميديا والأرقام والأعداد هنحكي عن شغلات تانية كمان في هذا الفيديو تابعونا الآن اللي بنا نحكي عنه الشغلة الجديدة اللي هو هل رح تتأثر الاقتصاد العالمي بالفيروس هذا أكيد فيه تأثير كبير على الاقتصاد العالمي لأنه الصين يعني اللي بفكر أنه الفيروس ما حيوصله رح يوصله شيء أكبر اللي هو قد يكون ضرر كبير في الاقتصاد العالمي أنا مش محلل اقتصادي لكن وجدت 8 نقاط مهمة هذه النقاط قد أو قد تكون يعني هي أساسية في تحليل الوضع الاقتصادي الحالي أولي شيء الصين من أكبر مستوردين النفط في العالم 40% تقريبا من استيراد النفط في العالم بيجي على الصين الآن طبعا أوقفت استيراد جزء كبير من ذلك وهذا أدى إلى نزول سعر النفط أو النفط الخام وطبعا هذا حيأثر على دول كثير من مصدرين النفط الصين أكبر مصدر للعالم خاصة للأشياء الرخيصة فإذا أنت بتتوقع أنه يعني الموضوع سهل أنت هاي الكاسة لما كانت توصلك من الصين بمبلغ دولار أو دولارين الآن رح تضطر أنك تستوردها لأنك فيه سوق وفيه حاجة وإذا قلت البضاعة رح يرتفع سعرها حتى لو كانت لسا من الصين لكن بسبب عدم التصدير لأنه كل الآن تصدير موقف بسبب عدم التصدير أكيد رح تجيك أشياء قد تكون الكواليتي أحسن بس أغلب كتير تأكد طبعاً مدينة وخالي اللي بعرفها هي من أحد أشهر مدن في الصناعات الحربية والسيارات في مصنعين كبيرين لشركة ساتروين وبيجو الآن في مصانع عالمية عم بتسكر للسيارات بسبب عدم تواجد قطع غيار السيارات طبعاً قطع غيار السيارات أو بسموها بشكل عام اللي هو يعني أي مصنع حتى التلفون هذا هذا مثلاً سامسونج بتصنع شركة سامسونج بس كتير في قطع جوا بتيجي من الصين فمعناها أنه المصانع هاي يعني مصنع قبل موجود في الصين بس في مصانع عالمية بتأخذ قطعها وشغلات الصغيرة تبعتها من الصين هاي توقفت فمعظم مصانع العالم انشلت ففي شركة هوندا أغلقت مصانعها في كوريا لأنه ما في عندها قطع طبعاً الصين تعتبر ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة انهيارها يعني مش سهل ولكن انهيارها قد يؤدي لانهيار اقتصادات عالمية كبرى أوكي النقطة الخامسة آآآ فمعظم المواد الفعالة في الأدوية تصدر من الصين لمصانع الأدوية في العالم حوالي 80% من المواد الفعالة مادة الهيبريين اللي هي مميع أدوية السرطان المدادات الحيوية المواد الفعالة مش بحكي عن الأدوية فعدم موجود هذه المواد قد يؤثر على صناعة الأدوية عالمياً وقد يصير في شح في الأدوية العالمية خاصة الأدوية المهمة أهم العناصر النادرة فيه ثلاث عناصر نادرة في العالم ومهمة جداً في تصنيع كتير أشياء منها الموبايلات والأشياء الحساثة الإلكترونية تحت سيطرة الصين عالمياً يعني حتى مناجم هين مشاريين ها وشاريين المناجم هاي فهذا قد يؤثر برضو على الصناعة في العالم نقطة سبعة اللي هي ديون أمريكا أمريكا ما ديونة للصين يعني الصين مدينة أمريكا واحد ونص تريليون دولار سقوط الصين إذا سقطت الاقتصاد الصين يكيد رح يطلبوا من أمريكا أنها ترجع لهم الفلوس وبالتالي الاقتصاد الأمريكي رح يضع ضع وشوف كم دولة رابطة عملتها بالدولار شوف شو هيثير فيهم النقطة الثامنة وهي السياحة السياحة العالمية الصين مشهورة بالسياحة سنة 2019 حوالي 500 مليون سائح صيني في الصين وحول العالم السائح الصيني يعتبر أكثر سائح في العالم بصرف فلوس لما يروح على أي مكان في العالم يشتري هدايا وشغلات غالية كتير السائح الصيني الآن توقف عن السياحة فهيضرب الاقتصاد السياحي حول العالم هذا جزء بسيط أو ملخص طبعا أنا هكيت مش مستشار اقتصادي بس حبيت ألخص لكم الآن فيه فيديو صور لي الميداني المستشفى الميداني اللي موجود في مدينة موهام بنية بحوالي 8-9 أيام 10 أيام وهو رقم قياسي بالنسبة لبناء مستشفى وتجهيزه طبعا فيه ناس تستقل بالموضوع صح هو مبني من اسمنت جاهز أو جاهزة لكن في أي دولة متقدمة هذا المبنى بده حوالي ست أشهر لسنة لبناءه بنو الصينيين 24 ساعة كانوا يشتغلوا خلال 10 أيام بنو ثلاث مستشفيات الآن طبعا فيه فيديو حطوك إياه هو جزء أو تصوير لهذا المستشفى بورجيك ديش العناية اللي بيحكو لك أنه عم بزتوهم بالشوارع ولهذا كتب فيديوهات عم بحاولوا أنه يرفهوا عنهم ورجناكوا فيديوهات هم مبرقصوا بالمستشفى بحاولوا أنهم يلعبوا رياضة ويغويروا جاو ثقافة جزء من الوعي الصيني في العالم هم يحبوا يقرؤوا فحطينهم هاي الشغلات شكرا للدكتور علي الوعري مرة ثانية زي ما حكينا أن الصين بتقوم بتوزيع الأكل بدون مقابل على الناس لكن في فيديو كتير رائع وهذا يعني من الشغلات اللي اللي أتوقع أنه الناس اللي بتفهم شو معنى الوطنية وحب الوطن المسلمين الصينيين المسلمين الصينيين جابوا سيارات وعادين بطعموا الشرطة اللي موجودة في الشوارع هذا أكبر مثال لكم يا جماعة واللي بيحكوا وبتفلسفوا قديش مهم انك تكون عندك انتماء وطني الآن يعني الصينيين في المسلمين في كتير أماكن وزعوا ماسكات طعموا الأكل لكن هذا الفيديو اللي وجدته يمكن أحط لكم يا هلأ وتشوفوا طبعا التداوي في الصين أو الطب أطبابة في الصين أو العلاج مش مجاني يعني أوكي الصين دولة اشتراكية وشيوعية في الحكم ولكن اللي عاش في الصين بيعرف النظام في الحياة هو تقريبا يعني أقرب إلى الاشتراك الرأسمالي وليس الشيوعي كامل زي ما كان في الاتحاد السوفيتي فيه انتقال كبير يعني التعليم مش مجاني كامل الطبابة مش مجانية الآن المرضى في هذا الوقت اللي هو في الكوفيد 19 قررت الحكومة نتعالجهم كاملا على حساب الحكومة ما بيدفعوا أي مبلغ فهذا مبالغ كبيرة طبعا الحكومة عم تتكلفها صينيا حول العالم في الصين داخل الصين وحول العالم جمعوا تبرعات عندنا هون الألموني أسوشييشن أو الطلبة اللي درسوا في الصين جمعنا أيضا مبالغ تبرعات وتبرعنا وشارينا شوية ماسكس وأجهزة شو اسمه ملابس من أمريكا اللي هو ملابس المعقمة هاي وارسلناها إلى أمريكا في طيارات كاملة من الناس مش من حكومات من الناس عم بتروح طبعا معظم حكومات العالم الآن دول عربية وغير عربية اسلامية وغير اسلامية عم بتحاول انها تساعد الصين في الحد من انتشار هذا الفيروس ليش؟ لأنه هذا الفيروس إذا انتشر رح يجي على بيوتنا يا جماعة يعني أنا لا خليني أساعد جاري أطف البيت والحريق طبعه لأنه إذا ما هتميت الحريق رح يوصل لبيتي ورح يوصل للبيت اللي بعده واللي بعده فهذا يعني طبعا هذا شيء إنساني ولازم نساعد فيه لكن الموضوع مش بهذه الموضوع رح يوصل العالمية إذا ما أوقف الآن في الصين طبعا هناك طالب عراقي انتشرت قصته طالب هو يعني ما معا مبالغ كبير راح يتبرع في مبلغ والصينيين يعني في كل السوشيال ميديا حطوا صورته وحطوا كيف إحنا العرب والمسلمين يعني هذا الطالب فعلا مثلنا بإنسانيته وبطريقة تعامله مع هذا الشعب في النهاية راح أترككم مع فكاهة بسيطة هي كد لقيتها برضو عن الموضوع الكورونا فيروس قد تعجبكم إن شاء الله يعني تكون يعني جيدة وإن شاء الله نراكم في حلقات قادمة وفي تحديث جديد سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد